السلام عليكم مرحبا بكم في قناة سعيد تاب عادة وان تجارس امام شاشة الحاسوب يمكن ان يتملكك الملل ولا تجد ما تفعله لذلك في هذا الفيديو سأستعرض لكم بعض من المواقع الترفيهية التي هي في الاصل غير خدمتية تم تصميمها للتخلص من الملل والتسليه والترويه عن النفس لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسلك كل جديد الموقع الاول موقع ايربانو عبر هذا الموقع يمكنك زيارة اي مكان في العالم ورؤية معالمه عبر تقنية ثلاثية لا بعد يقدم هذا الموقع مجموعة كاملة من المنادر الجميلة ومفصلة لاي بالتختار الموقع الثاني موقع ميكروسوفت توش ايفكت موقع مصمم من شركة مايكروسوفت وهو موقع مسلي يمكنك اللاعب عبر الكريات الملونة عبر استخدام فائرة الحاسوب بالنقر والجدب وأيضا يمكنك التحكم في عرض تلك الكريات من خلال لوحة التحكم التي تجدها أسفل الصفحة والاستمتاع بها الموقع الثالث موقع كيتان ريسكو كام يمكنك عبر هذا الموقع الجميل من مشاهدة الكثير من أنواع الحيوانات عبر كاميرات تقدم لك ببات مباشر ورؤية اطباعها ولقطات مسلية لها قم فقط بالدخول الى الموقع واختيار الحيوان الذي تود مراقبته وان عجبتك لقطة يمكنك النقر على أخذ صورة لحفظها لديك بشكل فوري الموقع الرابع موقع ليدل ألشيمي هذا الموقع مفيش جدا وتعليمي حيث يمكنك من إنشاء ما يصل إلى 550 مواد مختلفة من أربعة عناصر أساسية فقط بتاع لذلك يمكنك دمج الماء مع التراب ليعطيك النتيجة التي تتحصل عليها عند الدمج الموقع الخامس موقع ميتوزا موقع فريد وجميل وهو أنك تقوم بإنشاء سيناريو مثلا يظهر لك عصفور وتظهر لك حبة قمح وشيء آخر إن أعطيته حبة القمح يكبر وبعدها تظهر لك خيارات أخرى وأنت تختار ما تريد تقديمه له وسيحدث تغيير هكذا الموقع الذي هي عدة نماذج وهو ممتع جدا الموقع السادس موقع Wave Silk إن كنت تشعر بالملل فانصحك بزيارة هذا الموقع حيث بمجرد زيارته يمكنك من خلق أعمال إبداعية مذهلة وفنية رائعة عبر مؤشر الماوس الخاص بك لا حاجة لأن تكون لك خبرة في كيفية الرسم فقط حرك الماوس والباقي على الموقع شكرا لكم على المشاهدة كانت هذه بعض من المواقع التي مشانها أن تساعدك على قتل الملل وزيارة بعض المواقع الغريبة التي لا يمكن أن تتخيل أنها موجودة على النات إن أعجبك الفيديو شاركه مع أزدقائك وأخبرنا ما هو أكثر موقع رأيته مسلي وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك في أمان الله